تسير العتبة العباسية المقدسة بإجراءتها استعداداً لاستقبال الزائرين الوافدين لإحياء زيارة الأربعين وكما اعتادت في كل عام مع بداية شهر صفر الخير على إقامة مراسيم رفع الراية في مضيفها الخارجي الواقع على طريق النجف كربلاء إذاناً بجاهزيته لاستقبال الزائرين وتقديم الخدمات لهم نبدأ بمراسيم رفع الراية في مضيف العتبة العباسية طريق النجف إذاناً ببدء موسم زيارة الأربعين ونحن متلهفون وقلوبنا حرة وعيوننا عبر الاستقبال زوار المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام وخاصةً ونحن نعاني في هذا العام من جائحة كورونا ولكن بحمد الله المؤمنون لا يردعهم رادع عن زيارة معشوقهم الإمام الحسين عليه السلام راية الكرم الحسين اعتلت المكان خفاقة في الأجواء وتم رفعها وسط مراسيم شهدات حضور خدمة المولى أبي الفضل عباس عليه السلام إلى جانب أهالي المنطقة وبحسب ما قالوا أنهم في كل عام ومن هذا المكان يجددون العهد على الخدمة للحسينية إن شاء الله راح نشرف إحنا وإياكم برفع راية مضيف أبي الفضل العباس صلى الله عليه السلام اللي هي تعتبر أعلى راية وأكبر راية بالعراق هذا المضيف فتحت أبوابه من قبل 15 عام للتشرف بخدمة الزاري الكرام وأيضاً يعتبر هذا المضيف مضيف العتبة العباسية المقدسة يعتبر بوابة كربلة يشمل هذا المضيف فأنا اليوم إن شاء الله راح نباشر بالبدء باستعداداتنا لإستقبال الزار الكريم تقديم إلى كل ما يحتاج من طعام ومأكل ومشرب ونحن هو أكل معتاد وفي طريق النجف وفي مضيف العتبة العباسية تحديداً كل عام بالسنين الماضية ترفع راية أبي الفضل العباس كفي الضعن السباية لأبي عبد الله الحسين إذاناً باستقبال الزائرين على طريق النجف كالطرق الباقية المؤدي إلى كربلة طريق مغداد وطريق طويريج وطريق عين التمر فنحن اليوم كل الخدمة الحسين في هذا المحفل الكريم إذاناً باستقبال الزائرين فنقول للزائرين في كل المحافظات من العراق وخارج العراق نقول لهم أهلاً وسهلاً بكم وهذه العتبة العباسية تقدم كافة الخدمات والدعم اللوجستي للزوار أبي عبد الله الحسين بكل ما يقتضيه الزائر خدمة الزائرين شرف لنا شعار انتخذه الموالون لأهل البيت عليهم السلام مستلهمين من الخط الحسين الكرم والجود فهم يسعون لتلبية كل احتياجات الزائر وتوفير كل المسلزمات له في ظل تفشي جائحة كورونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة